تحصل الطالب عبدالله علي العيدروس على درجة 8 من 9 في اختبار تقييم اللغة الإنجليزية البريطانية الأيليتس الأكاديمي من جامعة كامبيج وحسب إحصائيا في عام 2019 فإن نسبة الذين حققوا هذه العلامة هم فقط 4% من جميع المختبرين من أنحاء العالم هذا وكان الطالب العيدروس قد تخرج من ثانوية سيئون النموذجية ضمن الدفعة 13 العام الماضي وحصل على المركز الخامس على المحافظة بنسبة 99.2%